اشتركوا في القناة الناس اللي قدمت هالوثائق احنا واحد من الناس اللي قدمنا هذه الوثائق عليكم انتهاكات حقوق الانسان اللي سويتوها اجرام اللي سويتوه انتو بحق المواطنين الابريال العراقيين ما حد سواه يعني طبعا بمعرفة الحكومة يعني بادراك الحكومة العراقية صار كل هالاجرام يعني الحكومة العراقية هي غطاء القانوني لكم لهذه الميليشيات طبعا هذه رسالة لكم نقول لكم راح نبقى نلاحقكم واخاف انت ناسي انه انت يوم الكنت انا معتقل عدكم بالياحية نمروت كنت بصفتي رئيس حزب انا ذاك اعتقلتوني وخطفتوني من مقري وتعرضت لأبشأ انواع التعذيب من قبل لواء الشبكي وبحضور قادة ايرانيين كانوا يتكلمون اللغة الايرانية وانت كنت حاضر وريان كان حاضر وابو مهدي مهندس كان حاضر لكن انتو اجرامكم اللي سويتوه اذكرك خاف ناسي من ادمتو 13 عربي مسلم سني كان معتقل وناس ابرياء شباب ابرياء معتقلين محجوزين بالغرفة اللي كانت يمي بصف المعتقل اللي انا كنت بيه بناحية نمروس اهل نينوة 13 عربي مسلم اخذتوهم الصبح ادمتوهم واختفو وثاني يوم من طلعت انا حتى استلم الاكل مالتي وادخل غرفتي كنت بوحدي بالغرفة والغرفة اللي يمي حاطين بيها اكثر من 60 عربي مسلم شاب عربي مسلم سني معتقل ابرياء معتقلين تهمة الارهاب هما مع دميشي وخلوهم يعترفون تحت التعذيب ترجمة نانسي قنقر